اشتركوا في القناة الحاجات القديمة واتفعنا ان احنا بإذن الله محتاجين نتعلم كل حاجة ونكون ملمين بالموضوع كله طيب عندنا ديف زي ما هنشوفين وده الايدي بتاعه اللي انا اخترته به هنا والديف ده جوا سبان عشان احنا هنتعلم ازاي نديف عناصر جوا الديف ونشوف العناصر دي هتيجي في الاول ولا في الاخر وهنتعلم ازاي نديف عنصر قبل وبعد والكلام ده كله طيب دلوقتي محتاجين ننشئ عنصر عشان نقدر نتعامل معاه ونشوف العنصر ده بيتحط فين هكتب مثلا created paragraph بشكل ده بيساوي document.create element paragraph مش هنحط فيه تيكست ولا حاجة مش محتاجين لان احنا عارفنا الطريقة وما عندناش مشكلة هجيب الايليمنت العادي بتاعه اللي هو الديف اللي احنا هتفرجنا عليه في الهتش تي اميل وهقول له .before before هنا شباب زي ما هنشايفين بتقبل مني ان احط النود ده اللي هو الجزء من العناصر بتاعتنا او string ممكن احط string هنا عادي جدا hello from js بالشكل ده before هنا هتحط لك قبل العنصر خد بالك احنا كنا بنحط عناصر جوه عناصر دلوقتي ال before هتحط hello from js ده قبل ال div على طول تعا نشوف مع بعض ال div بتاعي احو دفت قبله hello from js اقدر استعمل نفس القصة دي بس هقول له مره دي after after عكسها على طول بتحط الحاجة بعد ال div يبقى اقدر ان انا هحط string او عنصر قبل العنصر بتاعي او بعده زي ما انتشايفين طيب جربنا ال string ومحتاجين نجرب ان احنا نحط element كامل ال element بتاعي اللي هو ال paragraph ده انشأته وطبعا فاضي فهاجي اقول له هنا في ال after حطي لي create paragraph ده بعد ال div بتاعي فهنا هيجي بعد ال div يحط لك ال paragraph وفاضي اهو تقدر طبعا تتعامل معي وتعمل فيه اللي انت عايزه كله وطبعا ال before زي ما انتشايفين هيحط ال paragraph قبله مش بعده زي جده طيب ده كلام جميل وبسيط والحمد لله هنقدر نحط عناصر او string عن طريق ال before والافتر هنا يا شباب احنا بنتكلم عن بره العنصر يعني العنصر بتاعي قبله وبعده ال abend وال prebend هنحط الحاجة جوه العنصر يعني زي اللي انت كنت بتعمله بال abend child بالزبط طيب ده كلام جميل ونبدأ بال abend ال abend بيحط الحاجة انتفاكرين abend child بيحط الحاجة في النهاية خالص تقدر تحط string او عنصر بدون اي مشكلة ادي ال string hello from js وهتشوف انه ال abend هيبدأ يحط لك التاكست بتاعك في النهاية خالص زي ما انت شايفين ده ال abend ال prebend بيحط الحاجة بتاعتك في الاول خالص عشان تقدر تفرق بينهم دايما كلمة pre يعني سابقة يعني حاجة في الاول خالص عشان يعني الكلمة دي دايما تفكرك بين ال prebend وال abend هيحط لي hello from js في الاول خالص في العنصر زي ما انت شايفين قبل التاكست بتاعي وقبل ال span وقبل الكلام ده كله نفس القصة دي بالزبط همطبقها في ال paragraph بتاعنا هنا ال paragraph هيحط لي ال paragraph الاول خالص اهو فاضي طبعا وهنا طبعا ال abend هيحطه لي طبعا في الاخر خالص بالشكل ده وكده عرفنا الحمد لله ال abend وال prebend وال before وال after remove حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 لو عندك عنصر في الصفحة بتاعتك وحبيت ان انت تخفيه في العادي بتعمل ايه بتعمله بcss display none العنصر ده ممكن ما تكونش حابب انت تخفيه بس لان ممكن حد يفتح ال inspect ويعمل display none دي display block والعنصر يظهر ويشوف حاجات عجيبة مش من المفروض يشوفها remove بيشيل العنصر من DOM tree تماما يعني بيشيل العنصر من الدكيومنت بتاعتك تماما مش هيكون موجود تاني فلو جيت دلوقتي قلت له هنا ال element بتاعي ده dot remove remove نهائيا زي ما انت شايفين remove يا شباب ما بتقبلش مني اي حاجة زي ما ان شايف remove node خلص مع السلامة ما بتقبلش مني اي حاجة العنصر بتاعنا ما بقاش موجود في الصفحة زي ما ان شايفين كده بعكس لما انت تقوله طبعا بعكس لما انت تيجي تقوله ان العنصر ده display none يجي واحد يلغي display none دي ويزهر لك العنصر فطبعا لازم تفرق بين هل انت محتاج تخفيه عشان هتظهره تاني وعادي لو الشخص شايفه ولا محتاج انه يتعمل له remove completely من الصفحة كده شباب خلصنا الطرق بتاعتنا فيه طرق تاني كتير عملا تظهروا حاجات جميلة بس انت بقيت ملم بالموضوع وواحدة واحدة ان شاء الله الرفرنس الكامل هتذكره وهتعرف كل حاجة يارب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم